تتجه الأنظار إلى محافظة العلا شمال غرب مملكة العربية السعودية والتي تستضيف أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قاعة المرايا تنعقد قمة العلا التاريخية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وهو ما يؤكد حرص القادة على الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات وتعزيز مسيرة التكامل في المجالات كافة مجلس التعاون الخليجي ظل متماسكا ومتلحما منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة وحافظ على أمنه واستقراره وأنه يخطو بثبات نحو العقد الخامس من مسيرة التعاون المباركة بفضل من الله ثم بحكمة قادة دول المجلس واستطاعت رؤية وحكمة قادة دول المجلس خلال القمام السابقة تحقيق لمجلس التعاون العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية منها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنون هذه الدول ويبقى الأمل في قلوب مواطني دول الخليج العربية في أن تسفر قرارات القمة عن مزيد من الدفع لمسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام وتحقيق مزيد من الترابط والتعاون والتكامل في مختلف المجالات التي تفرض عنوينها على المشهد الخليجي في ظل جائحة كورونا وتداعيتها الاقتصادية والصحية والتعليمية